لما بذله الأبطال من تضحيات هائلة من أجل حفاظ على الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع اللواء سيد الغالي رئيس صندوق المحاربين القدامى وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه قد تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجاري تأسيسه والذي يهدف إلى تكريم شهداء الوطني ومصابي وتقديم رعاية لأسرهم وذويهم وأوجه الرئيس بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين مشددا على التنسيق الكامل بين الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم مؤكدا على أن الواجب الوطني يقتضي توفير التكريم اللائق لشهداء الوطني والمصابين وأسرهم مشيرا إلى أن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء لمصر وشعبها العظيمة